شكرا لك يا أمين وبالحقيقة لدينا موضوع مهم جدا موضوعنا الطبي لليوم ومع اقتراب فصل الصيف تزداد حالات الإسهال عند الأطفال الأسباب عديدة ولكن ماذا عن الوقاية طبعا كل التفاصيل نتعرف إليها وتطلعنا إليها الاختصاصية في طب الأطفال دكتورة لطيفة الحناوي دكتور لطيفة أهلا وسهلا فيك صباح مخير أهلا وسهلا فيك يعني اليوم هذا الموضوع مهم جدا ونحن مقبلين على فصل الصيف لدينا صيف بحر سفر ربما وفيروسات كثيرة بالحقيقة وربما على رأسها فيروس الروتا فيروس هون السؤال هل هذه هي أسباب زيادة هذه النوع من الفيروسات التغيرات المناخ ووجود عدد من الفيروسات على رأسها الروتا فيروس مثل ما ذكرت صحيح أنه في الصيف ارتفاع درجة الحرارة البيئة الحارة هي بيئة ملائمة لتكاسر الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا سلمونيلا شغلا شريشيا كولاي الفيروسات اللي سكرت على رأسهم الروتا فيروس والإنترو فيروس طفليات مثل الأميبة والقارديا اللي هني بيسببوا نازلة معوية حادة وإسهال شديد أثناء الصيف اللي بنسميه إسهال الصيف لأنهم بيصيبوا بشكل خاص الأمعاء الدقيقة وبيعملوا التهابات ونازلة معوية نعم نعم شو بيختلف إسهال الصيف عن أو الإسهال المتعلقة بتغير التقص عن الإسهال العادي اللي احنا بنعرفه الإسهال العادي اللي هو بعيدا عن فصل الصيف بيكون جزء من عدوى عامة بتصيب الطفل مثل أثناء نزلات البرد الإنفلونزا فيروسات مثل أدينوفيروس فبتكون هاي الفيروسات عم بتصيب الجهاز التنفسي بشكل خاص بتأثر على الأمعاء فبيكون الإسهال في ليوني في البراز ما بيكون شديد ما بيكون مائي وسائل أو حاد مثل إسهال الصيف بينما إسهال الصيف عم بينصاب في الأطفال بسبب بكتيريا فيروسات وفيليات هي تستهدف الأمعاء الدقيقة بتعمل التهاب بالغشاء الأمعاء وبينتج عنه إسهال شديد حاد متكرر كتير عديد المرات أثناء اليوم بيكون كتير سائل ومائي بيكون أحيانا فيه مخاط فيه دم وصاحب الارتفاع في الحرارة قيء متكرر أو شديد فبيكون حاد وشديد أكتر لأنه مصابي أكتر الأمعاء مش أنه جزء من عدوى عامة كعنيك لما بدقولي أنه مصابي فيه الأمعاء يعني متعدد الأسباب أيضا يمكن يكون الغذاء ملوث أو ربما أصبح غير صارح للأكل مع ارتفاع درجات الحرارة وربما يكون الجسد الإنسان يعني لما يكون بره بالشمس وبعدين ثم يتعرض إلى المكيفات الهوائية أيضا يعني بتتأثر أمعاؤه صحيح يعني نحن بفصل الصيف مثل ما ذكرت فيه سهولة أكتر أنه تصاب الأمعاء بعدوات مختلفة بسبب ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة بيؤدي لسهولة تلوث المياه وتلوث الأطعمة اللي هي إذا ما نحفظت بشكل جيد بمكان جاف وبارد كانت مكشوفة تعرضت للحشرات الماء اللي عم نستخدمها بغسل الأطعمة كانت ملوثة المسابح بيكون الماء عادة بيكتر فيها البكتيريا والطفايليات بسبب الحرارة فممكن الطفل يبلعها التعرق اللي بيصير بيكون كمان بيسبب أنه نحن ننصب أكتر بهيدي الكائنات الدقيقة اللي ممكن تصيب أمعائنا فبينشط كل هيدا الشي بفصل الصيف وظروف اللي حكينا فيها هي اللي بتزود الإصابات بالإسهال نعم طيب كيف الواحد بيقدر يعرف أو كل أم ربما تسمعنا الآن بيقدر تعرف أنه هذا الإسهال الذي يتعرض له طفلها هو عارض صحي أم وضعه خطير وبحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة بشكل عام أي إسهال بيكون شديد عديد المرات كمية كبيرة في خسائر للسوائل كبيرة مصاحب لارتفاع في درجة الحرارة مصاحب لقيء شديد أو متكرر شفنا دم أو مخاطف الخروج أو أي إسهال في الأطفال الرضع ودون عمر السنة يجب مراجعة الطبيب يعني بكير ومن تأخر بالمراجعة والرعاية الطبية طيب الرعاية الطبية يجب أن تصاحب أيضا رعاية منزلية الرعاية المنزلية من ناحية التغذية خاصة بأنه بيسير بتخف شهية الطفل ربما على الطعام تفتاقته كمان يعني ببطل قادر أنه يروح يلعب وما إلى ذلك اليوم ما هي يعني ربما المواد الغذائية التي يمكن أن تعطى للطفل لكي تعطي هذا النشاط وتفتح له شهيته أيضا بالدرجة الأولى أثناء إصابة الطفل بالإسهال والنازل المعوية أكيد بيكون عنده قلة شهية وهذا الشيء يعني طبيعي يصير مع النازلات المعوية بالدرجة الأولى دايما نحن بنشدد أنه لازم تعويض السوائل وهي بالدرجة الأولى الأهم من أن الطفل يكون عم بيأكل الأهم أنه يكون عم بيشرب لأنه هو بالدرجة الأولى عم بيخسر سوائل كبيرة وأملاح وهذا بيعمل خلل بالتوازن داخل الجسم بالنسبة للماء والسوائل والأملاح فبالدرجة الأولى تعويض السوائل سوائل مثل الماء إذا الطفل رضيع بنشدد الأم تستمر بالرضاعة الطبيعي وتكسيفها إذا بيشرب حليب صناعي ومعتمد عليه أنه يضلوا عم يشرب بكميات كافية وكميات زيادة التعويض اللي عم بيخسروا وأحياناً نرجع للحليب الخالي من اللاكتوز ليكون الهضم أحسن بالإضافة للمحلول الجفاف الأورال رهيديشن سولوشن اللي هو بيكون حاصل يعني فيه الأملاح المحتاجة للجسم طبعاً كلهم هيدا عن طريق الفم وكان إذا الطفل مش قادر أنه يشرب السوائل دايماً بيكون ضرورة أنه الطفل يحصل على هذه السوائل عن طريق الوريد وبالنسبة للغذاء الأم يعني بنشدد عليها بالإضافة وأهمية السوائل هي نمبر ون إذا الطفل قادر يأكل دايماً بنحاول نشجعه ونعرض عليه الغذاء اللي هو بنبتعد عن الأطعمة الدسمة الأطعمة اللي غنية بالسكريات ومنلجأ للأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والأملاح مثل الموز لأنه فيه بوتاسيوم وفيه أليافة منيحة وبيساعد على صلابة البراز وبالنسبة للبطاطا نفس الشيء غنية بالبوتاسيوم الرز شربة للجيج هول الأغذية اللي هي بتساعد الطفل بحالة الإسهيل أنه يحصل على الكالوريس ويحصل على الأملاح المحاجة للهجس نعم نعم طيب في يعني بعض الأمهات دائماً هيك ما بيخطر ببالهم أنه عندما يكون أنه العارض فيروسي أنه فيروس وعابر ولا يستدعي هذا يعني القلق الكبير خاصة دائماً مع الولد الثاني أو الثالث بقل يعني اهتمام الأم أو ربما تكون ذات خبرة يعني أكثر هل هذا صحيح مع حالة الإسهيل؟ يعني إذا أهمل الإسهيل إذا اعتبر أنه ليس هناك أي داعي لذهاب إلى الطبيب فيه له ربما مضاعفات؟ أكيد فيه مخاطر ومضاعفات وخاصة عند الأطفال اللي بعمر صغير والأطفال الردع أطفال دون السنة للأسف أنه الأم ممكن تفكر أنه عارض وبيمر وما تنتبه أنه تعويض السوائل جداً مهم وأنه الأطفال ممكن يتعرضوا لجفاف فيه أحياناً خلال ساعات يعني نفس اليوم اللي هن بلشوا فيه إسهيل ممكن على آخر نهار يصير فيه عندهم جفاف حاد ويتعرضوا لشك أو صدمة اللي هي نتيجة خسارة السوائل بجسمهم فضروري مراجعة الطبيب وعدم إهمال الموضوع لأنه الفيروسات اللي بتصيب الجهاز الهضمي على رأس الروتة والإنتروفارس تعتبر من الفيروسات الخطيرة أو بسبب إسهيل شديد فمنا نلاقي كتير نسبة من الأطفال اللي بيضطروا يدخلوا مستشفى لنعالجوا من هذه الفيروسات فهو أمر ضروري مراجعة الطبيب فيه ضروري الاهتمام فيه ضروري تعويض السوائل وما ناخده يعني ناخده على محمل الجب أكتر حتى نتفايد المضاعفات اللي بتصير طيب بما أنه كما تحدثنا منذ البداية نحن مقبلين على فصل الصيف شو هي الإجراءات الوقائية لكل أم عم تسمعنا الآن بأنه تحافظ على صحة أبنائها بعيدا عن الإسهال والجفاف وكل التباعات طبعا فيه أشياء كتيرة لازم نتباعها وبنقدر نتباعها تنجنب أطفالنا من الإسهال بالدرجة الأولى النظافة الشخصية النظافة العامة غسيل اليدين بشكل جيد جدا ضروري قبل وبعد تحضير الطعام قبل وبعد استخدام الحمام الأسطح بنحضر عليها الأكل تكون جدا نظيفة الأماكن اللي بنحفظ فيها الأكل تكون بردي وجافة ونظيفة الماء اللي مستخدمها لغسيل الأطعمة النية مثل الفواكي والخضار تكون كمان من مصر موسوق ونظيفة وغير ملوسة نعرف شو نختار لأطفالنا لما نكون برا البيت وبالصيف طالعين يعني المطعم اللي عم ناكل فيه تكون نوعا ما يعني معروف موسوق نختار الأطعمة اللي تكون فيها الأطعمة مطهوة بشكل جيد بعيدة عن اللحوم والبيض ومشتقات الحليب أو الأشياء اللي فيها الصوص اللي هي اللي هتنتزع بسهولة بدرجة الحرارة المرتفعة الخارجية نعم نتجنب أنه نياكلوا الأطعمة المكشوفة اللي هي موجودة في وقت طويل ومكشوفة لأنه بسبب الحشرات وأثناء السباحة يعني منحاول أنه نبه على أولادنا أنه ما يبلعوا ماء يسبحوا ما يحكوا ويدحكوا أثناء السباحة لأنه منلاقي أنه حرام كتير بيبلعوا ماء وهيد الماء بتكون ملوسة فيها كتير بكتيريا بالإضافة لأخذ التطعيمات يعني التطعيم الروتا تطعيم الهيباتايتس A التايفويد طبعا اللي بيحمي من السلمونيلا فهو اللي كلها ممكن تحمي الأطفالنا وأكيد يشربوا سوائل كتير ونظافة جسدية خاصة بعد استخدام مسبح المسابح العامة اللي بيسبحوا فيها الأطفال دكتور لطيفة الحناوي اختصاصية في طب الأطفال شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات القيمة اشتركوا في القناة